السلام عليكم ورحمة الله سعد الله وقاتكم بكل خير اليوم ان شاء الله تحت طلباتكم الاسود المزرق ايضا هذه الكولير تقدر تديرها كغنساج فوق ليماش فقطع تطفي اللون البرتقالي وقطعتي اللون الرمادي لكن ما تكثروش اكيد سننزلكم فيديو اخر اولا اهلا بكم تحياتي لكل من يتابعوني عبر هذه القناة اللي هي قناتكم ورا هي ماشية وتكبر بكم وبدعمكم اشكركم تحية للناس هنا في الزاير ولا خارج الوطن ولا حبيباتي في الوطن العربي وكذلك في الديار الغربة اذا هنه رح نحتاجو الى سبغة كولوراي او بالاحرى مصحح اللون ازرق من كولوراي نسحقو الدوبل تعو اوكسيدان ترنت فوليوم اذا كنتو مش كم حابين الازرق يبان يعني غامق بزاف اذا حابينو غامق بزاف تقدرو تعملوه بالفافوليوم اذا على وش يتحط قاعدة الشعر هنا اما يكون شعر مديكابي اما شعر مخلط بالالوان يعني كم نقول احنا فيه برتقالي فيه تشيني فيه ليماش فيه كلش فهذا رح يكومه فيه كلش خاصة انك تخليه 45 دقيقة هنا انا استعملته على على الشعر مديكابي الى درجة الاصفر بانان اذا اللي بنات اول مرحلة ركزوا معي رح نخلطوا نص التوب الاولى اول مرحلة نحطوها هي تفوت 4 ساعة شوفوا رح يعطيكم على خضر تروحوا تعاودوا تزيدوا تميكسوا اللي بقى عم من سبغة كولوراي او بمصاحح اللون ثم تحطوه وتراقبوا اللون شوفوا هنا ابدأ باح يخوفكم مرة لو يخرجكم اخضر لكن هو رح سيتحول الى ازرق رائع جدا شوفوا لبنات دائما انا اضفاري رحمي تهلكوا بالالوان اه تاع السبغة شوفوا هنا اللون كفا طلعلي عاودت لي فوق منو فقط كوش اخرى يعني درت نص التوب الاولى وخليتو عشد قايق يا تقدروا تغسلوه زيتو تحطوك منها وتطولو به شوفوا الازرق خرج ازرق من السود روعة 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 وتقدروا تكامفلو به لماش يعني كما راح نديروا جود فقط مع ربعة مغير فتاع اوكسيدون ومعها شامبوان وما وترغنوا به يعني رح يولي لماشتاعكم في الرمادي ركزوا معي في الرمادي لانه الازرق يصحح الالوان البرتقالية عكس البنفسجي يصحح الالوان الا شو اسمها الصفراء الناصع ذاك اللي يقلق من اللون الصفر اذا شوفوا اللون هنا خدمته وحبتكم تشوفوه روعة يا البنات وكذلك ازرق كان هذا هو فيديو اليوم من كان عندكم اي سؤال خلوه لي والى اللقاء